فشيل حزب أزرق أبيض وتراجع وبدأ احتمال تشكيله لإتلاف حكومي مستبعدا ولكنه لن يستسلم كما أكد رئيس الحزب لهذا بدأت المشاورات لسن قانون يعزل أي رئيس حكومة متهم بالفساد مثل هكذا قانون سيؤيده على الأغلب حزب إسرائيل بيتنا بقيادة لبرمان والقائم المشتركة وهنا يكمن الخطر على نيتنياهو جانس يتحالف مع مؤيدي الإرهاب في القائمة المشتركة في محاولة لإلغاء قرار الشعب أصدقائي وملايين المواطنين الذين اختارونا لن نسمح لهذا بأن يحدث جانس خسرت في الانتخابات تخلى عن الفكرة الجمهور أعطاني أصوات أكثر من أي مرشح آخر والليكود هو أكبر حزب بعد أسبوعين تبدأ محاكمة نيتنياهو بقضايا الفساد وهي المرة الأولى علما أن نيتنياهو نفسه قبل 12 عاما سعى لسن نفس القانون لعزل غريمه إيهود أولميرت الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء لكنه استقال قبل سن القانون وهنا تكمن المفارقة لأن الأحزاب المتحالفة مع نيتنياهو الآن كانت أيضا تسعى لسن القانون لكن في النهاية اليمين هو الأكثر حضورا في الكنيسة الحالية نحن متعودين على نيتنياهو أنه يعمل ألعاب من تحت الطاولة حتى يتمكن هذا بالنسبة لموضوع اليمين لكن في الرأي للعام أنه موضوع اليسار انتهى في إسرائيل بالكامل هم لم يحصلوا إلا على سبع صوات بالكامل إذا اعتبرنا اليسار يسار خلال أيام سيتم تكليف نيتنياهو ببدء المشاورات لتشكيل اتلاف حكومي والذي سيدفعه لشراء ذمم أعضاء كنيسة من حزب أزرق أبيض للانضمام لمعسكره لتأمين ثلاثة مقاعد ولكن في حال فشل لربما العودة للصندوق للمرة الرابعة يريد بن يمين التنياهو الانتهاء سريعا من تشكيل الاتلاف الحكومي للتفرغ لتطبيق صفقة القرن على الأرض والبدء بإجراءة ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية أحمد البوديري قناة الغد القدس المحتلة اشتركوا في القناة